أنتم تريدون قتلي أنا أعرف هذا وتبذلون قصارى جهودكم وتحاولون وستبقون تحاولون لكنكم لن تنتفعوا من ذلك مشكلتكم ستبقى ستبقى المشكلة قائمة لأنكم نواصف لأنكم بتريون لأنكم مرجئيون أنتم مصدقين أنتم عظام أنتم أنتم يا أيها المراجل أنا أدري تابعوني البرنامج لأن هذا البرنامج نعى الوالديكم أنا أدري نعى الوالديكم أتحدث عن برنامج ما بين واقعي أنا أدري نعى الوالديكم وجاء تابعوني البرنامج منين جبتوا هذا منين جبتوا صدقوني والزهراء شاهداء القضية ليست استيادا لكلمة هنا أو هناك هذا منهج منهج لكنني لا أستطيع أن أقرأ عليكم كل الكتب إنما أعرض لكم كلمة من هنا وكلمة من هناك ماذا أصنع كي أبين لكم الحقيقة لا أستطيع أن أقرأ كل الكتب وصدقوني صدقوني ما أعرضه لكم ليس هو الأسوأ هناك الأسوأ والأسوأ لكنني إذا أردت أن أبينه لكم علي أن أقرأ عدة صفحات من أين آتي بوقت كهذا علي أن أقرأ جزءا كبيرا من كتاب من الكتب كيف يكون هذا في برنامج تلفزيوني وببث مباشر لا يمكن أن أفعل هذا لذا فإنني أختار كلمة من هنا وأختار كلمة من هناك القضية ليست في شطحتين ولا في كلمتين ولا في جملة القضية في منهج في دين آخر هذا هو دين الطوسي لا علاقة له بدين العترة الطاهرة بدرجة مئة بالمئة فهمت لو ما فهمت أنا لست مسؤولا عن أن أفهمكم أنا أقدم لكم الحقائق بقية الأمر مشكلتكم هذا يقولون واحد راح للعطار قال لي عندي بالبيت براغيث هواية كتلتنا البراغيث ما تخلينا النام رحمة على والديك الحقلي بدوه دوه خلصني خلصنا من البراغيث هذا العطار جاب له دوه نطافة بطول فدوعاء بيدوه قال لي أخذ هذا الدوه واستعمله ما راح يبقى عندك ولا برغوث بالبيت ولا برغوث هذا راح فرحان العائلته رش الدوه بكل مكان بالبيت ما انقتل ولا برغوث واحد رجع له ثاني يوم للعطار قال لي أقول لك ما انقتل ولا برغوث واحد قال لي ما معقوله قال لي أنا أقول لك قال لي شلون استعملت الدوه قال لي رشيته رشيته تحت الأفراش وعى الأفراش وبالزوايا بكل مكان قال لي لا موه الشكل الدوه يستعملوا لازم تلزم البراغيث برغوث واحد واحد وشرب هن الدوه يلا يكون الدوه مؤثر ومفيد تلزم البراغيث برغوث برغوث أدري أنا أسوياكم وهي الشكل يعني ألزمكم واحد واحد أنا أعرض الحقائق وهذه وظيفتي وإلى هنا تنتهي البقية عليكم تابعوا الإعادات عودوا إلى الكتب إذا لم تتضح الصورة لديكم انتخبوا من بينكم من يستطيع أن يتابع البرامج وأن يعود إلى البرامج المتقدمة وأن ينتفع من مواقعنا على الإنترنت وأن يلخص لكم الموضوعات وإن كانت الفائدة الكبيرة لا تتحقق إلا بمتابعة البرامج نفسها تابعوا البرامج وتابعوا الإعادة إذا كنتم مهتمين لأمر دينكم وكنتم تريدون أن تعرفوا الحقيقة نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر